أخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بين يدي الساعة لهرج قالوا يا رسول الله ما الهرج قال القتل فقال بعض المسلمين يا رسول الله إننا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذاق رابته فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عندما سئل ومعنا عقولنا ذلك اليوم قوله لا أي ليس معهم عقل رشد ولا هدى ولا سداد لاستحواذ الشيطان على قلوبهم وتمكن الغواية من أفئدتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر